اشتركوا في القناة وخامسة يعني بيركز على موضوع من اهم الموضوعات وهو موضوع تصدير صناعة المقاولات والعقار المصري وايضا اعتقد بنتكلم هنا واحنا موجود يعني موجود معانا اخوتنا من قرة افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط على كيفية تأصيل وتقوية التعاون والتكامل ما بين دولنا وبعضها البعض وخلوني يمكن في هذا الموضوع ان انا يعني اتكلم على سياسة الحكومة المصرية في هذين الموضوعين المهمين جدا وهو موضوع تصدير صناعة المقاولات وايضا العقار المصري يعني منذ اللحظة الاولى يمكن وانا موجود في منصبي كوزير اسكان وبتعامل مع شركات المقاولات وايضا شركات الاستثمار العقاري وكان عندنا قناعة كبيرة جدا كحكومة ان احنا لابد من الانطلاق بقوة شديدة في استعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع اشقائها في القارة الافريقية وفي الدول العربية ويمكن علشان كده كان هذه هي احد اهم السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة المصرية في خلال الفترة الماضية ان احنا ازاي نركز مع بعض مع كل شركاءنا من القطاع الخاص في كيفية تفعيل هذه الاستراتيجية والحقيقة يمكن ده نتيجة ليه هناك عوامل كثيرة جدا اصبحت النهاردة موجودة على الارض اولا اكتساب شركات المقاولات المصرية الحقيقة خبرات انا بقدر اقوله منتهلة مئنان والثقة خبرات عالمية في تنفيذ كل المشروعات العملاقة عندنا الحقيقة كل المشروعات القومية التي تنفذت الحقيقة في خلال الاربع او خمس سنوات الماضية في قطاعات مثل قطاعات الطرق قطاعات الانفاق قطاعات البنية الاساسية المشروعات العقرية والاسكان الحمد لله النهاردة ما تم تنفيذه على ارض مصر النهاردة بكل المقاييس هو يعني معجزة بكل المقاييس هي معجزة هندسية وفنية ستشهد لها وبتشهد لها الحقيقة كل المؤسسات الدولية فيما تم إنجازه في خلال هذه الفترة الماضية والحمد لله أغلبها أو هي تقريبا كلها كانت بسواعد الشركات المصرية ده اللي بيمكن هذه الشركات بالفعل أنها تكون قادرة على الخروج ونقل خبراتها الكبيرة إلى الخارج في الدول الأفريقية والدول منطقة الشرق الأوسط وأشقاءنا في الدول العربية تزامناً مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في كل هذه الدول اللي تأثرت بالمشاكل والخلافات الداخلية الحقيقة يمكن إحنا كحكومة وكدولة ما تأخرناش على كل طلبات الشركات يعني طلبتها مننا شركات مصرية سواء في المقاولات أو الاستثمار العقاري لتفعيل هذه المنظومة والبدء فعلاً في تعظيم الاستفادة من خبراتها والبدء في تصدير صناعة المقاولات والاستثمار العقاري لخارج مصر وخلينا أقول لحضركم إحنا بدأنا بإيه؟ في مجال المقاولات المهندس حسن عبدالعزيز تكلم على بعض يعني نقاط استراتيجية وقال إن هي دي اللي إحنا محتاجين نتبناها في إخلال الفترة القادمة يمكن أول موضوع كان يعني كل شركات المقاولات المصرية بتشكو منه هو رسوم استخراج شهادات الخبرة علشان يقدموا على مشروعات دولية في أي دولة بره وده الحمد لله خلصناه بالكامل هو مجرد خلاص بقى مجرد صدوره بعد ما تم الموافقة عليه من كل الجهات وإحنا يعني حطينا سقف للرسوم دي بحيث فعلاً تمكن الشركات المصرية من الخروج هناك توجيه للبنوك المصرية بالتوسع وبصورة كبيرة جداً في فتح فروع في الخارج في دول أفريقيا على الأخص وطبعاً لأن هناك تواجد في العديد من دول العربية الشقيقة وحيبقى هناك الفترة الجاية ستشهد فعلاً طفرة كبيرة في انطلاق البنوك المصرية في تواجدها في أفريقيا في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله أيضاً يمكن بنتكلم النهاردة على ودي النقطة اللي أنا الحقيقة برضو يعني في هذا الجزء واللي بدعوا فيه شركات المقاولات المصرية وعندنا تجارب الحقيقة نكحة من العديد من الشركات سواء الشركات التابعة للدولة سواء كانت شركات عامة أو قطاع أعمال وأيضاً الشركات الخاصة في فكرة إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقي ودي نقطة مهمة جداً ولازم بقى دور الشركات إنها تشتغل عليه إن الموضوع عشان تتواجد في العديد من الدول سواء دول أفريقيا أو حتى الدول العربية أو دول منطقة شرق الأوسط بيبقى من الأفضل والأسهل إن تكوين شركات استراتيجية مع شركات ممثلة موجودة في هذه الدول عشان يقدروا إن هو يبقى لهم تواجد أكبر في السوق المحلي في هذه الدول وعشان كده أنا بدعو هذه الشركات الشركات المقاولات المصرية إنها فعلاً تتجه وبقوة إلى البحث عن شركاء يقدروا إن هما من خلالهم العمل في هذه الدول وبالذات النهاردة عندنا تجارب بالفعل تجارب نجحة نفذتها العديد من الشركات المصرية في هذه الدول وقادرة على إنها تعمل هذا الموضوع لما نجي ننتقل إلى صناعة العقار ويمكن هذا الموضوع أنا اتكلمت فيه مع المستثمرين العقاريين واتكلمت معهم في هذا الموضوع وبرضو يعني بشمانس شام الحياة كان بيتكلم على العديد من الخطوات المطلوبة ولكن أنا عايز أقول لكم إن الدولة عملت جزء كبير جداً خلاص من الدور اللي كان المفروض إنها تعمله إحنا أصدرنا بالفعل القانون الخاص بتسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإداء وكمان طلعت اللايحة التنفيذية فالنهاردة المفروض إن حضراتكم دوركم مع هيئة المجتمعات إنكم تفعلوا هذا القانون بلاحته التنفيذية اللي صدر عشان نيسر عملية التسجيل حضراتكم يعني كان أحد أهم القوانين وفي موضوع التسجيل أيضاً فكرة إن زي كل دول العالم ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية وده بالفعل النهاردة الحقيقة الحكومة انتهت من إعداده وأرسلته للبرلمان ويعني النهاردة البرلمان إن شاء الله بياخد خطواته يعني في الفترة اللي قادمة لمناقشة هذا القانون وإن شاء الله يعني يخرج إلى النور بتعديلاته المطلوبة طلب موضوع تفعيل سنديق للسسمار العقاري وإن إحنا إزاي نديها فرصة أكبر عشان تتكون وتشتغل يعني أنا منذ أيام قليلة مضي التعديلات الليحة التنفيذية للقوانين اللي هي بتتوافق مع مطالب حضراتكم علشان نقدر نفعل يعني عمل هذه السنديق فأي طلبات الحقيقة بتطلب من الحكومة إحنا بنتحرك عليها يعني ومش هنتأخر على أي طلبات أخرى في خلال الفترة القادمة كل ما هيزهر إن هناك احتياج لأي خطوات لتفعيل موضوع تصدير العقار وموضوع تصدير صناعة المقاولات إحنا كدولة نلنا تأخر بل على العكس هنتحركوا بأسرع وقت أسرع خطوات ممكنة في دوق كل الإجراءات اللي معروفة كإجراءات تشعية أو إدارية بتبقى مطلوبة من الدول لكن الدور هنا أنا بمرة أخرى وبأكد في هذا المحفل المهم الدور فيه دهور مهم جدا على شركات الإستثمار العقاري وشركات المقاولات إنها تقوم بها وهو التسويق لهذا الموضوع يعني الدولة لن تسوق لهذا الموضوع يعني إحنا بناخد الإجراءات التنظيمية والتشعية والإجراءات المطلوبة ولكن يعني الانفتاح على العالم وتسويق المنتج المصري وإن إحنا نشتغل على هذا الموضوع ده أعتقد دور أساسي لشركات القطاع الخاص والإستثمار العقاري ويمكن أنا في أكثر من مكان يعني طلبت من حضراتكم منك وتضعوا مع بعض استراتيجية إزاي الانفتاح والخروج وتسويق المنتج المصري من العقار إلى الخارج وإن إحنا نفتح هذا المجال بقوة أنا عارف أن إحنا يعني كنا الحقيقة بعض المؤتمرات والمحافل والمعارض الدولية بدأنا أن إحنا نتواجد فيها بقوة ولكن ده غير كافي ومحتاجين الفترة الجاية يبقى أننا تواجد أكبر وزي ما بيتقال باللغة الإنجليزية مور أجراسف في الأسواق العالمية عشان نسوي المنتج الأرقام اللي قالها البشوانسي شام أن يبقى منطقة الشرق الأوسط فيها سنويا تصديل العقار في حدود 70 أو 80 مليار ويبقى نصيب مصر منهم نصف مليار ده رقم يعني مش هقول حتى متواضع لا يمكن وصفه بالمتواضع ده أقل من المتواضع في ضوء إمكانيات مصر ومزايا اللي موجودة النهاردة في مصر وبالتالي يعني إحنا عندنا كل الحرص كحكومة أن إحنا نساعد ونشجع عملية تصدير العقار وصناعة المقاولات لأن ده جزء مهم جدا خمس سنوات الماضية بيقوم بدور أساسي في زيادة الناتج القوم المحلي وخلق فرص عمل للشباب المصري وما زال وسيستمر كل توقعاتنا إن شاء الله في خلال الفترة القيام بهذا الدور ولكن يعني زي ما تقال من السادة الزملاء محتاجين أن إحنا بعد ما كنا دائما مكتفيين بالسوق المحلي اللي هو كبير بالفعل ولكن النهاردة مع دخول أكتر من منتج وأكتر من مطور عقاري وأكتر من شركات مقاولات وده شيء يفرح والمفروض أنه ما يزعلش حد أن إحنا النهاردة نتحرك بصورة شديدة وبصورة كبيرة جدا في خلال المرحلة القادمة على إن شاء الله تصدير هذه المنتجات المهمة جدا للسوق الخارجي لأن فعلا مصر تستحق أن تتواجد بقوة في سوق العقار العالمي وبالمناسبة يمكن كان في يعني في قعدة سابقة من يعني شهرين أنا كنت قاعد مع السادة المستثمرين برضو العقاريين وما زلت في انتظار قانون اتحاد المطورين العقاريين اللي أنا طلبت منهم وقلت لهم الكرة في ملعبكم دون تصور لهذا الموضوع علشان نقدر إن احنا إن شاء الله نقدمه للبرلمان بالتعاون معاكم كحكومة إن شاء الله ويعني منتظرين منكم تقدمونا هذا المقترح بالتعاون طبعا مع وزارة الإسكان مرة أخرى تمنياتي لحضراتكم إن شاء الله بنجاح هذا المنطقة الكبير وتأكيد لحرص الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع المهم جدا وتفعيل التعاون مع أشقائنا في قارة أفريقيا وفي الدول العربية في خلال المرحلة القادمة وبأكد مرة أخرى كل الدعم ستجدونه من الحكومة المصرية في هذا المجال ومن كل زملائي السادة الوزراء والحمد لله النهاردة الوزراء الموجودين على يعني الرأس وزارات المعنية بقطاع التشهيد والبناء كلهم قامات كبيرة ولديهم خبرة عظيمة في هذا المجال وعندهم أتم الاستعداد والتعاون مع حضراتكم في كل ما يفيد هذه الصناعة المهمة إن شاء الله ومرة أخرى كل تمنياتي لكم بدوام النجاح والرقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة